المورد العشرون شبيه الشيء منجذب إليه عود إلى أبن تيمية ومنهجه المقدس ودولته الناصرية القسية وأقباسها الأقدسية التي لا تحصى وأترك لكم المجال في تصورها بعد أن أذكر لكم ما يمكن ذكره مع تحرجي واستحيائي واعتذاري الشديد جدا جدا عن ذلك وهنيئا للمارقة التكفيريين بأقباسهم المقدسة القدسية الأقدسية أليف في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر قال ابن كثير ومن من توفي في هذه السنة في سنة 656 هجري من الأعيان النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الإسعردي الإسعردي إذن النور الإسعردي لاحظوا عندما تبحث هذا هو العنوان النور الإسعردي يقول لاحظ هذا من الأعيان الذي توفى في سنة 656 هجري يقول الشاعر من الذي يقول ابن كثير أين في الدولة القدسية المقدسة الأقدسية يقول الإسعردي الشاعر المشهور قلت هذا الذي أستطيع أن أذكره هنا مع الاستحياء والتأسف والاعتذار يقول الشاعر المشهور الخليع الشاعر المشهور الخليع كان القاضي صدر الدين بن سناء الدولة قد أجلسه مع الشهود تحت الساعات كان القاضي صدر الدين بن سناء الدولة قد أجلسه مع الشهود تحت الساعات ثم استدعاه الناصر ثم استدعاه الناصر الخليفة الولي الإمام أمير المؤمنين ثم استدعاه الناصر صاحب البلد فجعله هنيئا للفاتحين هنيئا للصلاحيين هنيئا لأئمة التيمية بهذا الناصر بالملك الناصر الفاتح حفي صلاح الدين ثم استدعاه الناصر صلاح الدين حفي صلاح الدين هذا ثم استدعاه الناصر صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائه وخلع عليه خلع الأجناد فجعله هذا الشعر الخليع فجعله من جلسائه وندمائه وندمائه وخلع عليه خلع الأجناد فانسلخ من هذا الفن إلى غيره وجمع كتابا سماه الزرجون في الخلاعة والمجون وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة يقول ومن شعره الذي لا يحمد ماذا يقول مع الاعتذار طبعا يقول لذة العمر خمسة فاقتنيها من خليع غدا أديبا فقيها في نديم وقينة وحبيب ومدام وسب من لام فيها أقول جليسه ونديمه في مجالس الخمور والفجور التي يقيمها جليسه ونديمه الملك السلطان أمير المؤمنين ولي الأمر الناصر صلاح الدين الناصر صلاح الدين الثاني ابن العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن صلاح الدين الأيوبي في كتاب هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي قال الإسعردي الشاعر الشافعي هذا إسماعيل باشا يقول في كتاب هدية العارفين الإسعردي الشاعر الشافعي لاحظ في أي عام من 619 هجري إلى 656 هجري يقول له ديوان شعر سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون الزرجون في الخلاعة والمجون جيم جيم الوافي بالوفيات الجزء الأول الصفدي الصفدي قال الوافي بالوفيات الجزء الأول قال تحت سلسل مائة وثمانية عشر النور الإسعردي محمد نور الدين أبو بكر الشاعر ولد سنة تس عشرة وستمائة سنة ستمائة وستمائة عشر هجري وتوفي سنة ست وخمسين وستمائة ستمائة وستة وخمسين هجري وكان من كبراء شعراء الملك الناصر وله به اختصاص وله ديوان شعر مشهور وغلب عليه المجون وأفرد هزلياته من شعره وجمعها وسمى ذلك سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون وضم إليها أشياء من نظم غيره وكان شابا خليعا جلس تحت الساعات واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه لاحظ قبل قليل ماذا قال ابن كثير في التدليس ممكن أن ينخدع البعض من الجهال من البهائم من متحجري العقول ماذا قال ابن كثير قال وخلع عليه خلع الأجناد فانسلخ من هذا الفن إلى غيره لاحظ فيه إشارة يقول انسلخ من هذا الفن من فن الخلاعة إلى غيره حسب ظاهر الكلام هذا الذي يريده ابن كثير إذا أراد هذا الأمر فإذن هذه التوبة أتت من ذاته أو أتت لأنه قد أرسل إليه الخليفة وبسبب مجالسة الخليفة وبسبب منادمة الخليفة وبسبب نصح الخليفة وبسبب هداية الخليفة له لاحظ ينكشف الأمر لاحظ هذا التدليس وهذا التغرير طبعا يستطيع يبرر بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه كما بينا سابقا يأتي بكلام ممكن أن يحمل على هذا الوجه ويحمل على ذاك الوجه لكن يضع الكلمات من أجل التغرير بالآخرين ومن أجل خداع الآخرين لاحظ الآن استدعاه ودعاه إلى مجلس أي مجلس مجلس الشراب مجلس الخمور مجلس الفسوق مجلس الرذيلة يقول واصطفاه الناصر وحضر مجلس شرابه فخلع عليه ليلة قباء وعمامه بطرف مذهب فأتى بهما من الغد وجلس تحت الساعات مع الشهود دال الوافي بالوفيات الجزء الأول الوافي بالوفيات الجزء الأول الصفدي قال سعد الدين بن عربي يقول محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي سعد الدين بن الشيخ محيد الدين بن العربي الأديب الشاعر هذا سعد الدين العربي الأديب الشاعر ولد سنة ثمان عشرة وستمائة سنة ستمائة وثوانة عشر هجري وتوفي بالدمشق أيضا مع الملك الناصر مع أمير المؤمنين وتوفي بدمشق سنة ست وخمسين وستمائة ستمائة وستة وخمسين هجري وسمع الحديث ودرس لاحظ سمع الحديث ودرس الحديث وسمع الحديث ودرس وكان شاعرا مجيدا أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان في الغلمان وأوصافهم أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان وأوصافهم وله ديوان مشهور هذا الذي سمع الحديث ودرس الحديث كان شاعرا مجيدا أجاد المقاطيع التي نظمها في الغلمان وأوصافهم نحن أيضا كنا في المناطق الشعبية ونعرف المصطلعات التي تستخدم في مناطقنا عند الناس عند العامة في المجالس الشاععة في هذا الزمان وفي ذاك الزمان تعرفون معنى الغلمان وماذا يراد بالغلمان يقول ومن شعره في مليح لاحظ كل الشعر في الغلمان هذا نقول في الأولاد في المليحين في الوسيمين في الحلوين وأنتم تعرفون الباقي ماذا يقول لاحظ شعر منوع يقول ومن شعره ومن شعره في مليح ويكتب البعض في وسيم ومن شعره في مليح رآه بالزيادة في دمشق ماذا قال قال قلنا مع الاعتذار يا خليلي في الزيادة ضبي سلبت مقلتاه جفني رقاده يا خليلي في الزيادة ضبي سلبت مقلتاه جفني رقاده كيف أرجل سلوة عنه وطرفي ناظر حسن وجهه في الزيادة وقوله في مليح قاض كذا وكذا وقوله أو من قوله وقوله في غلام لبس قاضيان كذا وكذا وقوله في مليح قواس كذا وقوله في مليح لبان كذا وقوله في مليح مناخلي كذا وكذا هذا الذي سمع الحديث ودرس الحديث وقوله في مليح أشقر الحاجب أيضا له شعر في هذا وقوله في مليح يقطف مشمشا يعني ليس عنده شغل ولا عمل إلا متابعة الغلمان ومراقبة الغلمان ومعاشرة الغلمان والتعامل مع الغلمان وإتيان الغلمان والكذا مع الغلمان والشعر للغلمان والتفكير بالغلمان والأمرد والشعب بالأمرد والرب بالأمرد وصور الأمرد والأجسام والصور المليارية والمجسمات المليارية وغالب مقاطعه التي في الغلمان من الحسن والجودة في هذه الطبقة وأكثر ديوانه في الغلمان ها الأعلام الزركلي الجزء السابق في صفحة 29 سعد الدين بن عربي 618 إلى 656 هجري محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائل حاتمي سعد الدين بن الشيخ محيد الدين بن العربي شاعر ولد في ملطية وسمع الحديث ودرس ودرس وناب في دمشق وتوفي بها ودفن بقرب أبيه له ديوان شعر لاحظ سمع الحديث ودرس 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 وناب في دمشق وتوفي بها ودفن بقرب أبيه له ديوان شعر أكثره في الغلمان وأوصى فيهم أكثره في الغلمان وأوصى فيهم